أعلن الجيش الإسرائيلي قتل المهاجم الذي أطلق النار على مركبة تابعة للجيش غربي رامالله فيما فاد مراسل الحدث بأن الاشتباكات استمرت لخمس ساعات وأسفرت عن إصابة خمسة جنود فيما تواصل طائرات الأباتش تحليقها في سماء المنطقة كل من هناك تحليل لا تكون النجا المهاجم الذي أطلق النار على مركبة لكن هذا لا يتسمى لا تسمى لا تسمى لا تسمى لا تسمى لا تسمى لا تسمى إنه هذا لحمه نهاية تنهاية تكريس مجمزة تنهاية تبقى لن يف religious إنه أتخل في الفي م Season لا تسمى ي heroin لم يحصل هناك حسنة يجب أن 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 يجب اشتركوا في القناة الله يحميهم اشتركوا في القناة